اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى ويعيد هذه المناسبة الكريمة على الامتين العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات بعدها اشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه لجمهورية فرنسا الصديقة ولقاء جلالته مع فخامة الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون وما اسفرت عنه هذه الزيارة من توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية وروابط الصداقة المتينة التي تجمع بين البلدين الصديقين مثمنا المجلس عاليا جهود صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في توطيد علاقات مملكة البحرين الخارجية وحرص جلالته على التنسيق والتعاون مع كافة الاطراف الدولية والاقليمية الفاعلة لتعزيز الامن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم كما اشاد المجلس بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في القطاعين الرسمي والتجاري باكثر من ملياري دولار لتصل قيمة العقود بين البلدين التي لا زالت سارية الى نحو اربعة مليارات وستمائة مليون دولار بما يفتح مجالات جديدة للتعاون والارتقاء بالتجارة البينية البحرينية الفرنسية ويعزز علاقات البلدين على مختلف الاصعدة ويساهم في رفض الاقتصاد الوطني بمزيد من الخبرات العالمية والاستثمارات الاجنبية وبمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادفه السابع من مايو من كل عام فقد اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تظلع به الصحافة الوطنية وبجهدها المشكور رأساء تحرير وصحفيين وكتاب اعمدة في تعزيز مسيرة العمل الوطني وباسهماتها في تنوير الرأي العام ونقل المعلومة بدقة وموضوعية مؤكدا سموه ان ضمان حرية وسائل الاعلام اولوية مهمة في عمل الحكومة ايمانا منها بالرسالة النبيلة التي تحملها الصحافة وبدورها في تنمية الوطن ودعم الوحدة الوطنية واجدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التأكيد على الوزراء بمزيد من الانفتاح على الصحافة لدعم دورها في نقل المعلومة والحقيقة وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على ثمانية قرارات تدعم صغار التجار وتحقق توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي كلف بمتابعتها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة حيث أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقصيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرا كما أمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد فيما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر كما وجه سموه الوزارة المذكورة أيضا إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد فيما كلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإسراع في إعداد دراسة عن سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورفع النتائج النهائية إلى سموه بينما كلف سموه أيضا وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء فريق عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يقوم مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الاعتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة وعلى صعيد ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع تقرير عن صغار صيادين ربيان وذلك للاطمئنان على أوضاعهم فيما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برفع تقرير عن دور العبادة التي يتم تحصيل رسوم الكهرباء والماء منها والآلية المتبعة لذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون الكهرباء والماء من جانب آخر فقد اطلع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروع المركز الصحي بمدينة خليفة بما في ذلك ما تم إنجازه من تصاميم فنية حيث كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالشروع في تنفيذه بعد ذلك نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يليه أولا وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضم 13 جهة غير خاضعة لديوان الخدمة المدنية إلى برنامج التقاعد الاختياري وأن يتم الإعلان عن البرنامج وفتح باب التسجيل فيه خلال شهر يونيو 2019 بذات المميزات والشروط التي تم تطبيقها على المستفيدين بالبرنامج السابق للجهات الحكومية وهذه الجهات هي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الأمانة العامة للمحكمة الدستورية المؤسسة الخيرية الملكية جائزة عيسى لخدمة الإنسانية مركز عيسى الثقافي معهد البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ديوان الرقابة المالية والإدارية الأمانة العامة لمجلس النواب الأمانة العامة لمجلس الشورى معهد البحرين للتنمية السياسية معهد القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم ونادي راشد للفروسية ثانيا وافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء بشأن الهيكل التنظيمي لمكتب النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حيث وافق مجلس الوزراء على تقليص الهيكل التنظيمي الحالي لمكتب النائب الأول رئيس مجلس الوزراء وذلك بإلغاء منصب المنسق العام للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي بدرجة وكيل مساعد وإلغاء إدارتي المشاريع والتخطيط الاستراتيجي ثالثا تابع مجلس الوزراء نتائج الحملات التفتيشية والجولات الرقابية على الأسواق والمنشآت للتحقق والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار عبر استغلال التشريعات التي تم تطبيقها مؤخرا وتحديدا ضريبة القيمة المضافة وكذلك نتائج الحملات الرقابية على الأسعار والزيارات التي قامت بها الأجهزة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى 51 مؤسسة تجارية وبخاصة التموينية والغذائية للتأكد من توفر السلع للشهر الفضيل والتأكد من استقرار الأسعار وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رابعا وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الفضاء المدني للأغراض السلمية بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء بالمملكة المتحدة وذلك لوضع إطار لأنشطة التعاون واستعراض مجالات المصلحة المشتركة في النواحي المدنية الفضائية وتسهيل تبادل المعلومات والتكنولوجيا في مجالات المصلحة المشتركة خامسا وافق مجلس الوزراء على فتح النشاط التجاري استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين أمام الاستثمار الأجنبي للشركات المملكة برأس مال أجنبي بنسبة 100% ممن تملك عقد امتياز من الوزارة المختصة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة سادسا وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة للسماح للموظفين المدرجين ضمن قوائم التقاعد الاختياري من الانسحاب منه حيث أكدت الحكومة في ردها أن الرغبة قد تحققت فعلا من خلال الفرصة التي أتيحت لمن يرغب من الموظفين المدرجين ضمن قواعد التقاعد الاختياري للانسحاب وقد تم قبول 84 طلب إلغاء الانضمام خلال الفترة التي تم السماح بها ترجمة نانسي قنقر